السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا نعتذر التخير على الوقت المجدول لكن قلنا نعطي بعض الزملاء فرصة عساس وقت الصلاة معكم أخوكم عبد المجيد الصوت واضح واضح دكتور تفضل طيب الله يعافيكم اليوم هو 22 مارش وفي هذا اليوم في مناسبتين أو حدثين الأول يوافق أنه يوم السعادة العالمي فكل عام وأنتم سعيدين إن شاء الله وأنا أحتاج منكم تعطوني يوموجوي يدل أنه أنتم سعيدين إن شاء الله اليوم إن شاء الله المساحة تكون سعيدة للجميع الحدث الثاني هو يوافق اليوم العالمي لصحة الفم والأسلام وأيضا أنه الأسبوع هذا اللي هو الثالث من شهر مارش يوافق الأسبوع الخليجي صحة الفم والأسنان فلذلك نقول لزملانا في طب الأسنان من أطباء ومساعدين وفنين واختبار وهي جنست كل عام وأنتم بخير وإحنا فخورين جدا فيكم وأنتم يعني جزء لا يتجزى من مبادئ وأساسيات مكافة العدوى ونفتخر بجودة الخدمة المقدمة في مجال صحة الفم والأسنان اللي وصلنا لها في المملكة طبعا قبل ما نبدأ بموضوع المساحة اليوم خلوني أقول لكم قصة ومعلومة القصة الأولى طبعا دور أحداثها في أواخر الثمانينات وتحديدا تحديدا في فلوريدا وضحايا هذه القصة هم واثنين واحد اسمه ديفيد آيكر وهو طبيب أسنان وبايشنت اسمها كيم بيرغالس طبعا في عام ستة وثمانين شخص دكتور ديفيد عنده عيادة خاصة فشخص أنه مريض HIV في عام سبعة وثمانين طبعا هو ما بلغ الأحد عساس أنه حسب التقارير والريبورتس والقنوات اللي طلع فيها التحديثات هذه القصة هو ما بلغ أحد حفاظا على مصدر دخله فكان يقولون أنه حتى يعني كان يدخل سنويا خمسين ألف دولار وكان يعني إذا بلغ أنه هو مريض فممكن ما يكمل شغلة وما يجي بيشنت يعني يخسر مصدر رزقه فهو كمل وكان خلال هو يشتغل سنة ورسنة اتبان عليه بعض الأعراض اللي في جسمه بسبب الفايروس فقام يغطيها مرة يلبس هايينك مرة يلبس كم طويل ويمارس شغله في عام 87 جته مريضة اسمعها كيمبرغالس وتعالجت عنده وتحديدا خلعت يعني عنده درسين وسوالها يعني oral surgery procedure بعدها طبعا عام 88 اكتشفوا وخلاص أنه صار يعني أمر ما عاد أنه يقدر يكمل شغلة يعني فتمكن منه المرض فبلغ الجهات اللي هي ما زي CDC والجهات public health الموجودة في فلوريدا بعدين جو عمله investigation فلما عمله investigation كل المرضى اللي جوه بالفترة هذه من عام 86 لما بدأ عنده المرض والأعراض إليهما أنه خلاص قرر أنه يقفل عياته فطلع اكتشفوا ستة بيشنت مصابين بالـ HIV من ضمنهم مريضة اسمها كيم برغالس طبعا البقية ما حد طلع في لقاء تلفزيوني أو غيرها فعملوا investigation CDC هناك وصارت قضية رأي عام يعني هزت الشارع الأمريكي كامل حتى اللي يبغى يشوف في باليوتيوب لقاء مع كيم موجود في قناة الـ CBS الأمريكية وفي برنامج اسمها 60 Minutes فهي طالعة بنفسها تتكلم عن اللي حصل لها طبعا ما كان فيه أي أبدو المولوجي لينك نهائيا بعد الكشف والتست لكل البيشنت ومخالطينهم العامل الرابط الوبائي الوحيد بينهم أنهما بيشنت يتعالجون عند دكتور ديفيد طبعا هما طلعوا طبعا في وحتى اليزابيث في أسيستنت اللي مع دكتور ديفيد اسمها اليزابيث فكانت تقول أنه كان عنده الدكتور ممارسات خاطئة من ضمنها أنه كان يعني يوفر شوي فكان قيمة الستراليزيشن ذاك الوقت جدا مكلف فكان اللي يحتاج الستراليزيشن يسول لها ديس انفكشن وكان ممارسات كثير خاضعة الشهد الموضوع أنه في عام الأواخر التسعة وثمانين أو حتى بداية التسعين توفي الدكتور وبعدها توفيت كيم بيرغالوس وأحد الأسيال المؤثرة طبعا صاد قضية رائم حتى وفاة دكتور ديفيد يعني كانوا ينعتون بالشيال عمريكي أنه يقول هذا مجرم ولازم تتعاملون معه على اساس أنه مجرم ويعامل كأنها قضية جنائية أرسلوا رسائل مؤثرة قبل وفاةهم دكتور ديفيد رسالته في حواها كان يقول أنه أنا عملت شيئا كثير في حياتي يعني جيدة وكنت إنساء لطيف لكن بممارسات وبإهمال بسيط أنا دمرت كل شيء عملته في حياتي وظلمت ناس ما لهم ذنب كيم طلعت في اللقاء وقالت وموجود هذا اللقاء في اليوتيوب وقالت اللي حصل لي شيء كومبلكس ونادر جدا بس ممكن يحصل لأي أحد وحتى هذا الحادثة هذه فيه أرتكال لها بموقع CDC اللي بيطلع عليه ممكن يسمحوا لي الأخوان في الحساب أني أشاركها وأيضا موجود ثبتت أيضا بالصفحة الـ HIV بالCDC إنها الأول حالة تسجل بأمريكا لانتقال الـ HIV عن طريق الدنتل وفي الكلينك بدون أي بدون نجي لنك ثاني مجرد أنه طبعا القضية صارت قضية بعدها حتى الـ ADA الأمريكي اللي هي جمعية الأطبال الأسنان الأمريكية اتخذت قرارات قوية من ضمنها أن يعملون سياسات مرة قوية وحتى ريستريكسن للموارسين الصحيين اللي عندهم HIV زايد أنه في لقاء حتى من هم ستة الإنصابة وفي واحد منهم ما طلعه باسمه لكن انسى السؤال واحد التقارير قاعد يقول كم كلفتك العملية حقا الأسنان اللي عملتها فقال كلفتني كل حياتي فكان موقف جدا مؤثر من وقتها يعني دقة يعني جرس الخطر في الإهمال أو التساهل في ممارسات مكافة العدو أنه ممكن تغير حياة أشخاص الخبر الثاني اللي هو أنه في عام 2013 وتحديدا في ولاية كلهوما في عيادة لطبيب جراح أسنان سجل هذا حتى موجود حتى موقع سجلت أول حالة انتقال لل HCV أو البتايت السي من بيشنت لبيشنت وما كان فيه أي رابط وباي إلا أنه البيشنت كان موجود في ديك العيادة وكان حتى يقوله من التقصي اللي عملوه أنه كان فيه ممارسات خاطئة للدكتور ومن ضمنها كان نفسها بين البايشنت يستخدم الجلافز لكل البايشنت الأدوات هو جراح فأدوات الجراحة عنده ما كانت تتعقم فكان فيها بلود فبسبب ممارسات خاطئة سجل هذا الحالة وكانت نادرة وشجت أول ريبورت أنه انتقال من خلال الانسترومنت خلونا نرجع طبعا ما نريد أن نرعبكم من عيادات الأسنان لكن الحمد لله نفتخر نحن عندنا بالمملكة أنه واصلين مرحلة مرة عالية من جودة الخدمات الصحية المقدمة سواء على القطاع الخاص أو حتى على الحكومي وقاعدين نشوف نفتخر بخصوصا أنهم اليوم يومهم اليوم العالم صحة الفهم نفتخر بالكفاءات الوطنية من أطباء ومن مساعدين وكل طاقم طب الأسنان في المملكة حتى نفتخر بالخدمات المقدمة في القطاع الخاص لقطاع الأسنان وفي تنظيم جدا قوي يعني في تنظيم من ناحية كجهة تنظيمية بالمملكة الـ أيضا من ناحية الرقابة وأيضا الجزء التشغيلي يعني الناس هنا اللي تدي أو اللي يقومون بتقديم خدمة طب الأسنان من عندنا على مستوى جدا عالي يمكن يأكد كلامي اللي يزور بعض الدول القريبة منها وحتى يزور الدول اللي تعتبر نفسها دول من الصف الأول في الخدمة الصحية يشوف كيف جودة الخدمة المقدمة من ناحية العيادات والتزامهم بتطبيق معايير مكافة العدوى لكن هذا لا يعني أنه في فرص للتحسين لا متى خلونا نرجع لرسالة كين هي قالت اللي حصل اللي يمكن يحصل لي أحد فلذلك الأهمال فيها جدا مقلق والتحسين جدا مطلوب والحمد المرحلة اللي احنا واصلينها نقول إن شاء الله أنها مرضية نوعا ما لكن لا زال في فرص للتحسين لا زال في أخطاء وما في مجال لإهمال بعض المعايير اللي تخص مكافة العدوى بمثل هالعيادات زي القصص اللي سمعناها وشفناها أنا آسف علي طالة بس كانت هذه مقدمة لابد أن نقولها اسمحوا لي اليوم أن نبدأ مساحتنا اليوم اللي تخص معايير مكافة العدوى بشكل عام وأيضا خصوصا بوحدات التاقيم بمراكز الأسنان وتشرف أن يكون معي الضيوفي اليوم أبدأ باستاذ أحلام العمري وهي مديرة إدارة البرامج بإدارة مكافة العدوى وإيقونة في مكافة العدوى حياك الله أحلام يا أهلا دكتور ومساء الخير مساء السعادة بنسبة هذا اليوم وأسعد الله وقاتكم بكل خير وكل عام تبقى الخير سعيدة جدا اليوم صراحة بلقاءنا هذا المساء وتجديد الحوار وفتح منصة النقاش بكل ما يخص مكافة العدوى وخصوصا وتحديدا لموضوعنا ومحورنا لهذه الليلة حياكم الله جميعا حياك الله أحلام ومعنا ضيفنا الثاني يبدو أن نعنده مشكلة تقنية على ما يجهز يكون معنا هو الدكتور خلف بن طوالة الشمري وهو طبيب أسنان ومقيم معتمد لتطبيق معايير مكافة عدوى المملكة وأيضا رئيس قسم مكافة العدوى بأحد المجمعات الحكومية بمدينة الرياض حياك الله خلف على ما تنحى المشكلة التقنية خلينا نبدأ مع أحلام وعلى ما ترجع لنا إن شاء الله أحلام خليني أبدأ من عندك وبسلك سؤال واسمحي لي طبعا أنا من أول ما تم الإعلان عن المساحة يعني حملت برسائل فيها عتب وفيها ثناء وفيها أسيام ومفهومة لكن صراحة السؤال المهم جدا واللي بيعرفه الحين أنا كممارس صحي ولا حتى مالك ولا مستثمر في القطاع الخاص أنا ما أعرف ما عندي ما أعرفها بالهيكلة التنظيمية الوزارة أنا اللي يجيني ما دي هو وزارة مدرية ما أعرف إدارة مين والإدارة مين فاللي يجيني يعرف أنه وزارة أنا شون أعرف أنتم كإدارة عام مكافة عدوى وشون أعرف أن اللي قدامي واللي جايني هذا هو الإدارة عام مكافة عدوى ووش دوركم يعني بشكل أدق السؤال وش دوركم اللي أنتم تقدمون للناس هل أنتم جهة رقابية لو تلقون على أي ملاحظة بعد بكرة مكلبسيني إيش دوركم أنتم للأسف دكتور دايما حبيت السؤال وحبيت الاستفسار الناس وعتب وبالعكس عتبهم أو استفساراتهم دائما نقطة ننتبه لها ونهتم فيها كمكافة عدوى أو كإدارة عام من مكافة عدوى إحنا زي ما تفضل الدكتور إحنا جهة نظيمية وليست رقابية ولا إشرافية فمن خلالنا تبني الأدلة الإرشادية تبني بروتوكولات تكون بيز على الأدلة الإرشادية الحديث العالمية والمحلية وتكون دائما بيز على فمن خلال إذا كنا نبغى ننزل جولات شرفية وهذه إحنا أبدا لا نسويها كمهام خاصة فينا كإدارة عامة ولكن في حال نزولنا نعرف نفسنا طبعا مين إحنا وليه جايين وإش الهدف من الزيارة لكن إحنا جهة نظيمية فقط وليس جهة إشرافية وإن شاء الله يا رب في حال يعني نبغى نوصل دائما للناس بأي طريقة لكن وجودنا دائما للدعم وتقديم المعونة أي أن كان نوعها طيب أحلام أنتم طبعا أوكي واضح أنتم مش جهة تفتيشية ولا تهدفون يعني لا تفرضون غرامات ولا شيء أنتم جهة تقيسون مستوى المعايير تحسنون منها يعني يعني أقصد الآن لما أنا أحتاج دعم كصاحب منشا قطاع خاص رئيس قسم مكافة عدوى في مجمع حكومي لما أطلب الدعم في معايير مكافة عدوى عندي استسار معين أحتاج ترينيج شيء صعب علي أرجاء لكم أنتم كجهة استشارية لي أكيد دكتور أكيد سواء كان جميع القطاعات قطاع عام والخاص إحنا موجودين للجميع لأنه في الهدف الأخير إحنا نخدم 35 مليون نسمة في المملكة فالهدف منها أنه حماية سواء كان الممارسين الصحيين جميع التخصصات سواء في الأفلانة وغيرها وكمان نحمي مرضانا اللي هما جايين يعني يطلبون خدمة ذاتها جودة عالية فطبعا إحنا موجودين للجميع قطاع عام وخاص للدعم والإجابة على الاستفسار طيب في أحد الملاحظات اللي جيت يقال أنه أنتم يعني المعايير اللي قاعد يشوفونها على القطاع الخاص هي مختلفة تماما على القطاع حكومي هل أنتم معاييركم موحدة أنا لا أعرف أنها موحدة بس واضح أنه في لبس عند بعض الزمراء أو حتى بقطاع خاص أنه والله لا في معايير الكاتيجر معين وكاتيجر معين طبعا دكتور إحنا لما نبني أدلة شادية ولنبني معايير خاصة لمكافة عدوى نتكلم بصيغة رعاية صحية ككل أو منظومة رعاية صحية ككل ما نتكلم هذا المعايير خاصة بالقطاع الخاص هذا المعايير خاصة بالقطاع العام أو الحكومي أو هنا ننعم مويتش ولا هنا مويتش لا إحنا لغتنا دائما لغة مكافة عدوى للجميع زي ما وقيت لك الهدف منها منع وتقليل العدوى مرتبطة برعاية صحية سواء كانت من قطاع خاص بتقديم الرعاية الخاصة بالفم والأسنان أو قطاع يعني تقديم رعاية كاملة أو شاملة زي المستشفيات وغيرها ولكن إحنا ما نتحدث في أدلتنا ولا في معاييرنا عن قطاع ما نفصل أبدا بين القطاع الخاص ومن قطاع الحكومي إحنا نتكلم بصيغة مكافة عدوك أقول يعني المعايير وحده طيب وش المصادر حق معاييركم يعني أنتم أوكي أنتم جهة نظمية على المستوى المملكة عالم طب الأسنان وأيضا مكافة العدوى في طب الأسنان اللي قرافية توسع بحر يعني فيه اللي يقول لك ثنيوزلندا قاعد يقولون كلام وسيلسيل أمريكي يقولون كلام EDA يقولون كلام وغيرها كلام فأنتم وش المراجع حقاتكم والمصادر اللي منها تضعون التنظيم الوطني لمكافة العدوى بالأسنان طبعا دكتور زي ما تفضلت أنت قلت أنه هي سكولز أو مدارس مختلفة بمكافة العدوى إحنا دايما معاييرنا ما نأخذها من جهة يعني اللي تكون مدرسة تعتمد على أبحاث عدة لتطلعنا بتوصية معينة يعني تعتمد على كلينيكة ريالز كتير عشان تطلعنا بدليل إرشادي خاص بناء على عدة أبحاث اللي هو نقولها systematic review أو meta analysis اللي هي أحسن تعتبر أفضل الدراسات في الهرم الخاص بالأبحاث أو الدراسات العلمية والإفدنس بيس فإحنا دائما معظم المصادر حقتنا اللي نستقي منها المعايير الخاصة بمكافة العدوى والإجراءات الخاصة بمكافة العدوى دائما نأخذها من مدارس محدة في مكافة العدوى زي الإبك زي CDC زي WHO ونأخذ من الجيسي طبعا ما ننسى بالأبلاث إضافة إلى الأدلة الشهادية الوائحة الوطنية طيب جميل أحلام فيه عتب المانوال والقايدلاين حككم متصدارة هو العتب علينا اليوم دكتور أنت بدأت بعتب أنا والله أنا اليوم محايد أنا ما أعرفكم أنا اليوم لكن أنا أنقل لكم رسائل اللي وصلتني أكيد أكيد دكتور طيب صحيح إحنا يمكن دليلنا يعني إن شاء الله سير النور قريبا بإذن الله سواء كان تحديث دليل دليل الخاص بالدينتل بإذن الله خبر جميل والله هو النسخة الثانية كان وتوقع أنكم الآن تعملون عن النسخة الثانية صحيح كان آخر تحديث 2018 رح نحدث تقريبا بإذن الله طيب وش البرودكت اللي تقدمونها لحقي الأسنان أنا سمعت عن الدايكة إيش هو الدايكة أحلام أو الدايكة الدايكة اللي هو اختصار للمهتمين بمجال مكافة عدوى المستمعين اليوم معنا لأننا متأكد أنه مارسي مكافة عدوى أو مارسي مجال خاص بمكافة عدوى يعرفون يعيش دايكة اللي هي دينتل انفكشن كونترول هو برنامج تقييم تطبيق معايير مكافة العدوى في مراكز الأسنان المتخصصة يكون فيه معايير أساسية محددة وجودها أساسي ومحوري في أي عيادة أسنان أو أي مركز متخصص للأسنان في المملكة يكون من خلال مقيمين معتمدين من إدارة العام مكافة عدوى في المديريات يقومون بالزيارات الشرافية لتقييم المراكز المتخصة بالأسنان بمدى انتزامة بمعايير مكافة العدوى ومن خلالها يبان أو يقدم الدعم للمركز الأسنان المتخصص بحيث أنه يبين له فين النقص أو فين الخل اللي عنده بحيث أنه يقدر يبني عليها خطة تحسينية وإعطاءهم التوصيات على أرض الواقع في وجودهم أثناء النزولهم الميداني وإشرافهم على تطبيق معايير مكافة عدوى يعطونهم التوصيات وتعتبر عملية صراحة تدريبية وعملية تعليمية يعني بروسس كاملة متكاملة يستفيد منها المركز المتخص بالأسنان ككل طيب جميل أحلام هذا من 2018 بعد ولا يتحدث كل سنة لا الأداء الخاصة بالتقييم الدينتل اللي هو الدايكا لا يتحدث كل سنة وتم تحديثها مؤخرا وموجود عليها منصة إلكترونية خاصة ليدخال ميانات اللي يكون فيها داشبورد طيب الشي في ذني أنا اللي عرفت تطلعون بس اللي هو الامويتش طبعا هذه وهي مطبقة عليهم بس أنا يعني لو أصل لها وين ألقاها كمستثمر وين ألقاها وهل تفيدني أنا ممكن استفيد منها طبعا دكتور تفيدك صحيح أنت في الشقة الأول من السؤال ذكرت أنه هي الامويتش الصحيح هي المزارة الصحة وإن شاء الله في المستقبل نعمل أنه نغطي جميع القطاع الصحي ككل صحيح قطاع حكومي وخاص بإمكان أي مستثمرة أو أي ممارس صحي أو أي مهتم بمجال مكافة عدو وصول لها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العام مكافة عدوى اللي هو gdibc.sa وبإمكانه متواصل معنا إذا ما قدر يوصل لها أو ما عرف يوصل لها عن طريق جوجل الموقع في بارت كامل حتى تقاريرنا الخاصة بمدى تطبيق معايير مكافة العدوى في مراكز الأسناع متخصة على مدى السنوات الماضية موجود تقارير عن الوضع العام كيف كان بالإضافة لأدوات التقييم من الأدلة الإرشادية مواد تعليمية وبوسترات وكل ما يخص تطوير وتحسين مجال مكافة العدوى في عيدات الأسنان المتخصة موجود في الموقع الإلكتروني طيب جميل جدا أحلام طيب الله يعافيك أنا عندي استفسار خلينا أحنا أعطينا معايير مكافة العدوى نقول حقها وهي ما هي موضوعنا صراحة يمكن موضوعنا الأهم اليوم اللي هو وحدات تعقيم يمكن سمعت صراحة دكتور بستين مرة صراحة نفتت انتباهي وشي مهم وشي خطير وشي بالعكس يخلينا يعني نركز على هذا الجانب اللي يمكن نحن غافلين عنه أنا كمان في مؤخرا يمكن عشان ذكرت قبل شوية متى تحدثون الدليل فإحنا عشان في طور تحليف الدليل في CDC في دوكيمنت اسمه سامري أوف انفيكشن بيفنشن انت كنترول انجنت صراحة ذكر انه فيه صار زي في عام 2003 لان 2015 كانت كثير ابحاث تتحدث عن انه فيه عدوى متبطة برعاية طبية موجودة في مراكز اسلام متخصة وللأسف بعد البحث أو التحليل لمعرفة الأسباب التي أدى هذه العدوى اكتشفوا انه أكثرها ليتدلي وحدات التعقيم سواء كانت الأدوات المستخدمة سواء كانت للتطهير فكانت ريبورتت في الأبحاث ومذكورة في الإبيدنس فجداً مهم انه ننتبه لهذا المحور الجانب الأساسي من تقديم الرعاية حق الفم والأسنان أو الدينتل كينيك طيب جميل معناها انت تفقيم معي انه يعني هي منطقة جداً خطرة جداً ممتاز يا تكون درع واقي للمنشأة فعلاً يا انه هي تكون مصنع العدوى تبث الفيروسات رايح جاي صحيح؟ صحيح طيب طيب احلام مش يفرق ما بين انا عندي وحدة التعقيم مركز أسنان عن وحدة التعقيم في مكان ثاني مستشفى في مستشفى خمسين سرير مية سرير المراكز صحية اذا انه فعلاً وجد وش الفرق برايفة حكومي في فرق من معايير او في فرق انه كل وحدة لها مواصفات مختلفة معايير مكافأة العدوى في وحدات التعقيم ما تختلف يمكن تختلف هي قديش الالية العمل او قديش الادوات اللي تجيهم وحجمها او كثافة العمل يعني يختلف المستشفى من مركز صحي لمراكز أسنان ونوعية الادوات اللي تجيهم تختلف من المستشفى الى مراكز أسنان الى مراكز صحية لكن هي المعايير وحدة سواء كانت في اساسيات التعقيم وتطهير هي واحدة في جميعها ثلاثة لكن يمكن نوع الأدوات وحجم العمل يمكن يختلف من مستشفى الى مركز صحي الى مراكز أسنان متخصصة طيب جميل يعني ممكن انه اوكي هي معايير موحدة لكن ممكن نعمل لها شيء تنظيمي على المستوى الوطني بما يتناسب بالضبط بالضبط صحيح يعني بحيث انها تكون تناسب الادوات التي تستخدم فيها تناسب حجم العمل تناسب الانفرستركتور او البيئة البنية التحتية ممتاز او زين قلت انفرستركتور لا لا في عتب عليكم في كبير مرة بس جايك ما ودي زعلكم يعني يوم سعادة فقبل ما اطلع بزعلكم تفضل ترحي طيب الحين وحدات التعقيم لبعدات الأسنان يقولوا انه انتم يعني خلاص قعدتوا حبيسين الانفرستركتور يعني قعدتوا يعقيم مكافة العدوى اتكلم مكافة عدو بشكلان يعني يقال انه والله انتم قاعدين بس توزون تريزون قفل من هنا افتح من هنا لكن رحلة التعقيم كلها ما فيها اهتمام زي ما اشغلتوا نفسكم بالانفرستركتور يعني كأنكم مهندسين مدنيين ولا انتم مخصائي مكافة عدوى طيب يعني هذا دكتور عتب يعتبر والله ملاحظة ايه هذا يقول انه والله انتم قعدتوا عالقين في نقطة كمزون افتح من هنا سكر من هنا رحلة التعقيم هل انتم موجدين فيها من يوم تطلع على أدوات انحلينا مشكلة الانفرستركتور عطينا طيب الانفرستركتور قولينا مبدئيا قبل ما انتقل للرحلة وش تنصحيني فيها انا بفتح عيادة لان وبسوي مركز تعقيم ايش تنصحيني فيه انا حرجع الدليل اوكي بس سمري بسيط طيب دكتور احنا مبدئيا دائما نقول في مكافة العدوى نطبق البيزي او الكور الكور الاساسيات اللي نطبقها زي انت ما قلت رحلة التعقيم اللي طبقنا اساسيات نحمي العدوى وننقص منها ونمنعها بإذن الله بغض النظر عن الانفرستركتور ما قلت لك الانفرستركتور مي مهمة لا مهمة بس احنا ما نخفل عن الاشياء الكورة والاساسية الموجودة لتطبيقها والاجراءات المهمة تطبيقها في رحلة التعقيم زي ما تفضلت مدام انه فيه مطلوب مننا انفرستركتور أو بنية تحتية معينة نعم مطلوب مننا فعلات الأسنان يكون عندنا وحدة منفصلة للتعقيم ويمنع بنعباتا إجراء أي إجراءات خاصة بتطهير التعقيم داخل العيادات لازم يتم نقل أدوات الملوثة إلى وحدة التعقيم ويتم عمل جميع إجراءات الخاصة بالتعقيم فيها بشكل مبسط البنية التحتية تكون أقل شيء أقل شيء منطقة خاصة لديكنتاميناشن ومنطقة خاصة لكين استيرايل استوريج ويكون بينها باتوي واحد يعني يمنع منعباتا يكون فيها يكون ديريكشن رايح جاي ممنوع منعباتا طبعا هذه المنيموم ركوائرمنت أو مطلب الأقل مطلب بمعايير مكافتعد ومن ناحية البنية التحتية لكن ما نخفل عن الأساسيات الخاصة لإجراءات التعقيم طيب خليني ما أرضتني الإجابة الثانية بس برجع لك لها لكن قالوا لي نخلف معنا وفكك الله مني لكن برجع يعني رحلة التعقيم أنا راجع لها لا اليوم استعادوا الموضوع كل أساسا المشوق ما على اليوم بس تعدوني أنه ما تزعلون مني بهذه المساعدة لا مرحب تستمر صداقتنا دكتور أنت دكتور أنت نائب مدير عام ما قدر أقول لك شيء لا 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 اليوم أنا ماي نائب مدير عام لا اليوم أنا محاور وصف زملائي طباء وطباء أسنان وكل طاقة ما طباء أسنان طيب خلونا دكتور خلف جاء معنا بحساب بديل حقيقة الله حقيقة 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 والله أنت نكبت أحلام لكن لعل هيمتسط صدمة الأولى لا لسه باقي صدمات جايق جايق هذا خلف الله حقيقة الله دكتور خلف دكتور خلف خلني مبدئيا خلني قبل ما نتكلم معك بلا سئلة إيش يعني أنت مقيم معتمد أوكي مقيم معتمد في الدايكة اللي صرحتها أحلام قبل شوي وحتى آيكة خلينا في الدايكة إيش يعني مقيم معتمد إيش يفرق مقيم معتمد عن واحد ما هو مقيم حقيقة شكرا لك مقيم المعتمد هو يتأكد أو شخص يحاول تطبيق ما هو مكتوب على الأدلة والمراجع تطبيقها على أرض الواقع حقيقة نحن نازم يعني لازم ما نكتفي بالورق لازم نتأكد أنه ما هو مكتوب وما هو وصلت إليه يعني المراجع نتأكد أنها مطبقة على أرض الواقع ونساعد الجهات الغير مطبقة على أرض الواقع بكيف أنهم يصلون لتطبيق المعايير وتطبيق المراجع بطرق قد يعني بعض الجهات أو بعض الأفراد قد يجهلونها إحنا دورنا أننا نساعد ونسهل تطبيقها للمنشآت الصحية التي نجيها سواء بالقطاع المعايير طيب يعني ما أنا لأنه أفهم أنه مقيم معتمد لمكافة العدوى طبعا أنت معتمد من مين من الإدارة عامة لمكافة العدوى جميل لما يجيني مقيم معتمد لمكافة العدوى أنه هذا ما يعني ما حيجيني يقول الله أنت عليك غرامة لا طبعا لا طبعا نحن دورنا فقط هو المساعدة وتأهيل المنشآت أما الغرامات والأشياء هذه لا ما لدينا أي علاقة فيها بالعكس نحاول أن نجنب المنشآت أنها لا تقع في هذه الأمور طيب طيب دكتور خالب ما أنا قريب من يعني من مكافة عدو ممارساتها بشكل عام مع أن قطعنا بالعنوان هذا شوط كبير مع أحلام تسخني بس على كفية لأنك أنت يعني موجود في موقع الحدث يعني مدى رضاك أنت وأنت مسؤول عن مكافة العدو في أحد المجمعات مدى رضاك عن مستوى الوعي فيما يخص مكافة العدو لدى الممارسين الصحيين في مجمعات سنان وحتى المستفيدين قبل ما أدخل في هذا الموضوع تسمح لي بس مقدمة بسيطة هذه نرى أن وحدة التعقيم وهذه رسالة نرى أن وحدة التعقيم هي القلب النابض للمنشأة الصحية حلو متى ما كانت وحدة التعقيم تعمل باحتراف وتنظيف مبني على أسس ومراجع معروفة هذا يعطينا انطباع أن قائد المنشأة هو قائد مسؤول ومحترف ومتقدم على الكثير من القادة يعني هذا أو هذا مؤشر هذا من ناحية عامة من ناحية على الوضع الحالي في أرض الميدان اللي نحن قاعدين نشوف نرى فيه تقدم نرى فيه تقدم جميل تأهيل هذا الأهم تأهيل الأفراد نرى أنه فيها يعني مع الخصخصة والتحول نرى أنه فيه تركيز وفيه يعني الدائرة صارت أسر من أول فالوصول إلى المستويات العليا يعني أسهل من أول حول جميل نعم يعني مكافتة عدو صارت أصبح ضرورة جدا يعني وزايد أنه مستولعي فيها مرة عالي نعم بس أنت ذكرت حاجة مرة مهمة ناحية الليدر أو حتى الليدرشب بالمجمعات وحتى بالمستشفيات طبعا مكافتة عدو بدون دعمهم ما حيتم ما حيكون لها صلاحيات قوية طبعا طبعا هو الأساس هو دعم الإداري من قبل القادة فمثلا الإداري أو القائد فتح لك المسار تقدر توصل الهدافك بكل سهولة متما خلينا نقول بالعمية متما صد عنك الإداري أنت تعتقد أنك بتواجه صعوبات كثيرة وفعلا ودكتور خلف ترى في حاجة يعني شد انتباهي بكلامك لما تقول أنه ارتفع جدا أنا أتفق معك حتى على مستوى القطاع الخاص لما تشوف مستوى العيادات الحديثة الآن كل واحدة أنا أشوف أنها أفضل من الثانية من ناحية تطبيق مرسات مكافة العدوى صحيح في تحديات أتفق معك في معلومات مغلوطة وهذا اللي بنرجع الأحلام فيه عند الناس واضح أنه بعض مواصلهم معلومات كافية عن مكافة العدوى فقعد تقرأ بشكل مختلف لكن صراحة اللي يشوفها طبعاً أفضل من السابق لا مستوى العيادات يمكن خلف بقولك عن حاجة قالها لي أحد المستثمرين بالقطاع الخاص بعد ذات أسنان كان يقول يعني إحنا منصالحنا أن نطور أو نهتم بمكافة العدوى لأنه أصلاً إذا تبقاها بزنس هي تجيب ثلوس صحيح فصار فيه وعي يعني أنا هذه الرسالة لك القطاع الخاص أنت ترك تستثمر تستثمر في التعقيم كيف تستثمر؟ أنا كمستفيد أنا كمستفيد يهمني أني أشوف أن عندك تعقيم على أسس على أسس صحيحة أنا فرى وعيي وعيي الآن بعد كورونا وبعد التباعد وبعد الغمر والكحة وتغيطة الفم وعيي صار عالي فأنا متى ما حسيت أنك أنت مستثمر في الكور أو القلب فأنا بالتالي يعطيني انطباع أولي أنك أنت مكان آمن ومكان صحي صحي فعلا صحيح أتفق معك يجب أنك مستثمر أنك برضو خلينا نقول لك تفرد عضلاتك بالتعقيم أمام عملائك صحيح وهنا حتى المستفيد صار واعي يحس لأن يفرق الناس عارفين يعني عارفين وش نوع الخدمة المقدمة ونوع هل هي رديئة أو فعلا فيها جودة عالية وبأجيك بسؤال ثاني بس خلني أرجع لأحلام أنا ما انتهيت منها لكن في سؤال ثاني يخص الوعي للمستفيدين أحلام خلينا نرجع لرحلة التعقيم أحلام شربتي مويا أمورك تمام مرة مية مية طيب أوكي يعني لازلت على قيد الحياة كويس طيب أحلام رحلة التعقيم أنت ذكرتين في رستركسر وأتفق معك فيه ويمكن أي أحد يعني يبني وحدة التعقيم ولا حتى خلاص أوكي زون بنرجع لدليلكم أنا برجع لدليلكم كمستثمر على سبيل المثال وبقرأ وبعرف طيب رحلة التعقيم أحلام ترى فيها فيها مصائب يعني أنا أحد يعني أنا أقول لك أنا يعني أحد العيادات كنت أمشي وجنبي التري حقية الأدوات طالعة من عيادة وبنتري مفتوح ما شاء الله والأدوات طالعة حقية طورة سيرجري وفلسنسير ولفت وخذت لفة وقعد تمشي رحلة التعقيم هذه يعني وينكم عنها كجهة تنظيمية ليش وين ممكن أقراها أتعلم منها وش دوركم ونتم حتى في رفع المستوى المستوى الوعي فيها وحتى كوزارة شون تثبطون الأمور هذه سؤال جدا دكتور رائع مهم فيه توم بيتر هذا واحد كاتب أمريكي تكلم عن زي أنت قلت البروستس أو الإجراءات أو العملية أو الرحلة تكلم عن تقديم الرعاية ذات الجودة تكون عالية كيف قال قد ما تكون almost of all quality improvement comes through simplification يعني التبسيط تبسيط في الديزاين تبسيط في المانيفاكتورين تبسيط في الليئاوت في البروستيجر في كل البروتوكولات والقايدلاين إحنا قد ما نقدر إنشأنا أدلة إرشادية وبروتوكولات وفيديوهات تعليمية خاصة بجميع كل حاجة نصدرها سواء دليل أو أداة تقييم أو معايير نصدر عليها على طول بعدها ورشة عمل وتكون مسجلة بفيديو بحيث أنه الممارس الصحي في هذه الجهة أو في أي منشأة صحية بإمكان إطلاع عليها لمعرفة كيف رح تكون الرحلة هذه أنت ذكرت قبل شوية رحلة التعقيم إحنا نقول دايمند تبدأ من العيادة رحلة التعقيم تبدأ من العيادة نفسها يعني بمعنى أنه أنا يمنع منع باتا أنه أنا أسوي أي إجراء يخص تعقيم يعني حتى لو أغسلها في بعض الممارسات يغسلها يسوي أو يحطها كده في بيزن يحط عليها كل هذه إجراءات ممنوعة وعليها أدلة إرشادية عليها مواد تعليمية عليها مصادر تعليمية جمة في الموقع الخاص بالإدارة العام من كافة عدو عشان نوصل المعلومة بطريقة مبسطة عشان نضمن جودة ورعاية ذات الجودة وسلامة لمرضانة أو لمراجعين فعشان كده نقول دايمن نمنع من عم باتا أي إجراء داخل العيادة مجرد ما ينتهي من الأدوات الملوثة طبيب الأسنان أو الأسستنت الأورال هيجينيست على طول يحط الأدوات كانت الأدوات مفترض أنها ما تقعد أكثر من ساعتين يعني في العيادة مفترض أن ترسل على طول قسم وحدة التعقيم ولكن في حال الانتظارة بس يبخ عليها سبري حق الجل أو ترانسبروتيشن جل عشان يمنع أنه السوائل أو الدم الموجود في الأدوات أنه ينشف ولا سمح الله ممكن يكون تكاثر للميكروبات عليها ويكون صعب عليها تنظيفها في وحدة التعقيم وتطهيرها أو تعقيمها المفترض أن تقض عليها الجل ويحطها في كونتينر خاص ولهم مواصفات معينة هذا الكنتينر طيب جمي هذه ألقاها كلها بالويب سايت حقكم بالضبط وإحنا موجودين سواء كان ممثلين في التجمعات ممثلين في المديريات ممثلين إحنا في الإدارة العامة موجودين أي استفسار وإي دعم طيب أنا كإقطاع خاص هل لي أكسس أقدر أشوفه هلويب سايت مفتوح طبعا مفتوح للجميع لأي وقت لأي زمان وبالعكس وفي عليه منصات تعليمية إلكترونية لأي أحد مهتم بالتعقيم يقدر يحصل على الشهادة الإلكترونية في أي وقت في أي مكان وإي زمان يقدر يحصل عليها عن طريق بس أن يدخل الموقع يحصل على الشهادة الإلكترونية بعد حصول فري ويحصل على محابرات معينة وبعدها يختبر اختبار بسيط ويحصل على الشهادة توصلوا على طول ما أنت ظالمنا أنت 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 مجرد ما أنت نجر لي أنت نجر لي تعتبر الناس طيب خلينا نرجع لدكتور خلق دكتور خلق فبس لك سؤال من ناحية تمكن ذكرة أحلام حتى تكلمت عن الأدوات ورحلتها وفي حاجة كنت معنا بالبداية لما تكلمنا على حكاية المريض الـ بالعيادة اللي برشوريدا وطلعوا وقتها كانت في غجة على المستوى شارم ديك على المستوى الإعلام حتى موجود على اليوتيوب كان طلعوا الناس يتكلمون المختصين في الـ ومكافة العدوى يقولون لازم تعرف لازم الدكتور يفتح الأدوات قدامك رفع مستوى الوعي هل هو مقتصر أني أنا على الـ حتى نحن المفروض أن يكون المستفيد واعي يكون هو الفيتباك لكم كمختصين في مكافة العدوى فيما يخص هذه المارسات أنا كمستفيد لما رأي عيادة ليش المطلوب مني أعرف أنه أوكي لا الوضع ممتاز صحيح إحنا كمستفيد لازم يتثقف المستفيد بحيث يمنع يمنع المستفيد نفسه يحمي نفسه يمنع أي ممارسة خاطئة إحنا ما نقول يعرف المعلومات اللي لازم المتخصصين يعرف صحيح إحنا نقول يعرف المعلومات الأول شيء الأساسية أو البدهية فلازم المستفيد أو المريض لازم يتأكد أنه يتم فتح الأدوات أمامه ويتأكد ويسأل الطبيب هل الأدوات معطمة هل الأدوات معطمة في حالة الأدوات والله إذا جاهها وشوف أنها مفتوحة أو يعني البكج غير مبكج قبل ما يدخل فيجب عن المريض أنه يرقض هذه الممارسة وأنه هذا يعطيهم طباع سلبي للمنشأ صراحة طيب جميل مرحبت من المنشأة وفي هذه الحالة موجودة أنا شخصيا أعتقد المنشأة نحطها لأيكس طيب جميل طيب أنا كطبيب أش مطلب مني هل أنا أوكي تعقم الموضوع هل مطلب مني شيء قبل ما قبل ما أبدأ العمل كطبيب لازم لازم أخلي المريض يعني يطلع على أنه يتم فتح الأدوات أمامه ومن الأفضل والأجدى أنك تذكر ذلك المريض تذكر له هذه الأدوات معطمة ونفتحها فقط بعد وصولك عشان تتكسب المريض هل أنا أكشف عليها بنفسي طيب كطبيب أشوف الفورسوس ما فيها بلود شيء هل وصلت تذروة التعقيم من خلال انديكيتور نعم الطبيب لازم يتأكد من عمل هو عمل تكاملي قد يتم فيه أي خطأ أو قد الممارس اللي في التعقيم قد يكون يخطئ في إجراء لا يضع انديكيتور ولا يضع مؤشر أو لا يتم تنظيف الأدات بشكل جيد ويضعها داخل أوتوكليب أو الجهاز التعقيم بالتالي لا تعتبر معطمة متى ما كان فيها بقايا متى ما كان فيها رطوبة متى ما كان فيها عدم وجود مؤشر يتأكد أنا أقول لك قصة شخصية حصلت معي أمس حصلت معي أمس أحد المراكز تواصل معي قال إحنا عندنا حالة إيدز أمس حصل عنده حالة إيدز عالج حالة إيدز وطلب مني بعض الإجراءات المعينة تعمل كيف 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 فتأكدنا بشكل مباشر أنه عمل الإجراءات بشكل طبيعي صحيح تمت المحليل بشكل صحيحة تم وضع الانديكيتور تم قراءة الانديكيتور بعد خروج من الجهاز أوتوكليب تم تسجيل الريكورد النتيجة وتم حفظها كدكومت فهذه الإجراءات لازم إحنا نتأكد منها الطبيب لازم يتأكد منه تم بطريقة صحية طيب دكتور خلف وش هو الانديفايل أو اللي هو علاج العصر أو الفايل العصر هذه الحقيقة أداة يعني جدا جدا صغيرة ومعقدة نوعا ما وفيها من الالتواءات والإنحناءات الكثيرة طيب جايك خلينا من التواءات في قلون أنه أنتم يا حقمكات عدوا مشخصينها مع الانديفايل يعني بينكم مشكلة شخصية فإيش المشكلة بالانديفايل في رحلة التعقيم صحيح نواجه السؤال هذا كثير بذات من الأطاق يعني الانديفايل تنظيفه صعب جدا ويمسك من الأنسجة يمسك من الأنسجة بشكل كثير فبالتالي ما نستطيع تنظيفه زي الأدوات العادية بالبروش أو بالفرشات فهذا يمنعنا من تنظيف أو يمنعنا من إزالة كافة الأنسجة فبالتالي نقول نخلص منه بس أنتم كذا غاوين خسائر بحقيقة الخسائر هذه قد لا ننظر لها في حال أنها تسبب رزق عالي أو أمراض معدية للمريض هذا فعلا أنت جبت اللي هو هذا أرخص من خسارة حياة شخص أو شيء ولذلك فعلا لا تقدر بثمن مقابل عدوى حقيقة أنا في نقطة ودي أذكرها فضل أنه في حال لا قدر الله اكتشاف عدوى المريض مثلا الاتهاب كابدي أو شيء نحن كمسؤولين مقابل عدوى نتقصل الحالة من الأسئلة اللي نسألها هل زرت عائدة أسنان طبعا السؤال هذا له هدف لأنه العائدة الأسنان الرزق عالي فبالتالي عائدة الأسنان يجب أنها تكون خالية من الرزق من خلال مصنع اللي أنا سميه مصنع التعقيم أو مصنع الصحي اللي هو غرفة التعقيم لذلك كثيرا نود أن نهتم فيها طيب دكتور خالف أنا سمعت أنه طبعا المفضي يتعامل مع أي مريض على أنه مريض مرض معدي في عائدة أسنان يعني ما تقول لي والله هذا عنده إيش عنده فلذلك دائم الستاندوب وكوسن تسمونا والاحتياطات هي الاحتياطات الدائمة نعم التعامل مع أدوات المريض نتعامل مع أدوات المريض كممارس صحي طهر أدوات وكأجراء تعقيم كأنك تتعامل مع أدوات مريض معدي لا الموظف بحيث أنه لا قدر الله يحمي نفسه حتى لو تعرض الإصابة نتعامل معك كأنه تعرض الإصابة من مريض معدي جميل جميل طيب تسمح لي أروح الأحلام أحلام أقول لك حاجة بنطلع موضوع لسنان شوي فيه قرار معي أحلام نعم معك دكتور كويس فيه قرار صدر من أحد الديهات المشرعة على المطاعم قرار مرة جميل بما أنني من زوار مطاعم بكير فقالوا أنه لازم المطاعم تكون مكشوفة المطبخ حقها يكون مكشوف للزوار ليه؟ الهدف أنه يطلعون على جودة الخدمة المقدمة جوا فتصيد قلاء وكي ترتاح نفسيا تقول المطاعم نظيف هذا قرار جميل وشجاع صراحة ووضح لك إيش قاعد يصير خلف الأسوار في المطاعم ليش علاقة هذا بموضوعنا اليوم أنا مريت أحد العيادات كنت قاعد بالويتنجروم فجأة ألقى قزاز ويتنجروم وكلنا قاعدين وقزاز كده ولا قاعد أشوف شون قاعد يعقمون جوا فقلت ايش هذا قلت غرف التعقيم ليش؟ كشان تشفون شون التعقيم قوي عندنا شوف ولا العالم جوا بي بي وقزاز وشوف العالم رايحة جاية ونطلع وشوفوا شون عملية التعقيم عندنا شون بروفيشنال ش رايك بالله هذا تصرف صحيح دكتور أنا ما نشوف إحنا كمكافة عدو وقزاز شفاف ولا وغرفة مضللة ما يفرق عندنا إحنا ما نقيس جودة التعقيم بالطريقة هذه أبدا هي موجودة بويتنجروم أحلام يعني عند الناس لا طبعا غير صحيح يبقونهم كلهم يشوفونها لا طبعا غير صحيح إحنا دائما قياس جودة التعقيم ما تكون عن طريقة أن الناس تشوفها بالأبزربيشن لا هي عن طريق مؤشرات معين نحن نشوفها يعني مثلا لما نشوف الأدوات الموجودة عن طيب الأسنان زي ما ذكر دكتور خلط زميني قبل شوية قبل ما يفتح الأداة يتأكد أنه فيها كيميكال انديكيتور يتأكد أن الكيس كان ما فيه أي دمج سليم ما فيه أي رطوبة وأنها تكون حتى أحلام حتى تكون لمدة أكسس ما يكون بالضبط نحن كلنا نحن نتكين في نص التعقيم عن شغل لا أبدأ ما تقيس ما تقز لا أكسد أنه ما يكون غلط أنه تكون غرفة التعقيم فيها أكسس لكل الناس صح نحن دائما غرفة التعقيم لو شوفتها في المستشفيات أو مراكز الأسنان أو أي مشاء الصحية دائما نقول بعيدة عن مسار المراجعين أو المرضى لأنها المنطقة المفروض تكون فيها تنقل فيها أدوات ملوثة تنقل فيها عن طريقة باتوي معين الأدوات المعقمة فنبترض تكون بعيدة عن مسار المراجعين والمرضى أو أي موارس صحي في المنشا فيكون بعيدة دائما نقدر ومذكورة في الدليل مواصفاتها أو فين تكون بالضبط وين تكون بمواصفات معينة وممكن تكون مكان أو الموقع حق وحدة التعقيم لكن أنا أقصد الدكتور أو بالنظر أو ممكن موصر أننا بعيدة عن ترافك النمعات كويسة لا نحن نشوف مؤشرات معينة نشوف الاندكيتور تستخدم المؤشرات المؤشر الكيميائي أو المؤشر البيوليجيكا الأخرى من المؤشرات خاصة بدرج حارة رطوبة يعني كثير أشياء نشوفها فيها لتأكد من جود التعقيم طيب أحلام أدى على طاري المطاعم صحيح أنتم تطلبون شهادة صحية من العاملي مراكز التعقيم أبدا لأنه يطلبون المطاعم فقالوا يطلبونها من التعقيم برضه الدكتور تمركز عن مطاعم اليوم ما دي ليه لني والله جوعان ما تعشيت بلاف وقت المساحة وقت العشن بلاف بس أنه أي ممارس صحي في المملكة يحاصل على رخصة مزاولة المهن الصحية من الهيئة فأبدا ما نطلب أي شهادة صحية الرخصة حقا مزاولة المهن الصحية هي الوحيدة التي تكون متطلب وأساسا موجود لكل ممارس صحي وقبل ما يزاول مهنة كممارس صحي فأبدا ما نطلب أي شهادة صحية غير ذلك طيب جميل أحلام فيه أخبار مسربة أيا وبسمع منك ومن دكتور خلف ويقلون معكم يقال بأنه فيه تعملون على فروجكت وطني وطبعا خلينا نقول ما شاء الله لدارة مكاسة ومؤخرا مشاريع وطنية وهذه من ضمن حتى مستهدفات للتحول الصحي نسمعنا على القوغرين نسمعنا على الكوشن والآن فالمشاريع الوطنية هذه مع التحول هي اللي صراحة ترعاها لدارة عامة مكافة عدو بشكل مرة كبير نفتخر فيه وطبق على المنشآت وحتى تعزز المستوى الصحي وحتى من ناحية توزيع الأدوار كتحول أنتم كجهة انظمية وفي جهة شرافية وجهة تشغيلية التكاتف هذا مرة جميل أنا سمعت أنه أنتم قاعدت يشتغلون على بروژيكت وطني وبدأت بمنطقة توقع في الرياضة توقع وبيشة أو أنت تضيعين المعلومات الأكيدة من ناحية دعم تطبيق معايير مكافة عدو وحدات التعقيم بالقطاع الخاص هذا شيء مرة جميل وأتوقع أنه محفز للمستثمين بقطاع خاص أكثر من غيرهم ومد يد العون هذا مرة رائع والكل يبحث عنه أنا أبغى منك فكرة بسيطة عن البروجيكت هذا وأنا أشف أني سربته أصلا أنا حين بعرف من اللي سرب لك المعلومة هذا رقم واحد من الأسخورة مموجود لسربت لك الخبر هذا عشان اليوم مناسبة سعيدة فنعم إن شاء الله سيرى النور قريبا ورح يسمعون في جميع اللي حضوروا معنا اليوم وغيرهم من الممارسين الصحيين الممارسين مكافة عدوى أو المهتمين بجال مكافة عدوى إن شاء الله سيكون هناك مشروع يهدف إلى تطبيق الفعال لمعايير مكافة عدوى في وحدات التعقيم في مراكز الأسنام بالقطاع الخاص نعم سيكون في منطقتين كمرحلة مبدئية وبعدها إن شاء الله سيطبق على جميع مناطق المملكة ومحافظة المملكة بإذن الله بدعم واستمعينا اليوم بوعيهم بنشر الثقافة وبنشر نفس لغتنا لغة مكافة العدوى وأبدا ما نسوي أي لغة يخص محاور أخرى لا تخص مكافة عدوى هذا هو هدفنا من هذا المشروع طيب وش الآن المشروع أوكي اللي عرفت أنه طبعاً بيكون في غايدلاين خاصة وحدات التعقيم طيب أنت حكذا حركة المفاجأة كاملة أنت قلت كل شيء ذا حين لا عشان نعرف والله هذا اللي سمعت بس ما يمكن معلومة خاطئة رح يكون إن شاء الله في دليل أرشادي بإذن الله رح يكون في آداء للتقييم رح يكون تدريب ورش عمل رح يكونون في مقيمين من المديريات ومعاهم فريق داعم على حسب ما تراه المنطقة والمحافظة رح يكونون طبعاً الآخر شيء هما إحنا هدفنا وصول أو فتح بواب الوصول بشكل مباشر مع الممارسين الصحيين اللي يعملون بيخيط التعقيم في مراكز الأسنان الخاصة علشان فهذا الهدف أنه توصل المعلوم بطريقة صحيحة لتطبيق أفضل ممارسات وأفضل إسراءات خاصة من كهتة عدوى للإنديوزر اللي هما ممارسين الصحيين في وحدات التعقيم في مراكز الأسنان بالقطاع الخاص طيب أحنا ما يمبادر مرة جيدة صراحة جميلة هل أنا ممكن أطلب كصاحب منشاة خاصة أو عيادة أسنان خاصة أن يقول بالله أحتاجكم ممكن تجوني أحتاجكم تغطوني بالمرحلة ذي لأن هذا أنا أشوف أنه مرة مفيد صراحة إذا أنتم أنا أشوفها من نوع من أنواع المساعدة والاستشارة يعني نشوف العديد يجبون شركات استشارية وغيرها أنتم ما شاء الله فور فري هدفكم رفع جود خدمة الصحية مرة مشروع وطني إحنا نفخر فيه والله هل أنا ممكن أقول لكم أحتاج بالله ضيفوني كصاحب منشاة خاصة طبعا طبعا إحنا متواجدين لأي أحد أي منشأة صحية كانت قطاع خاص أو قطاع عام أو قطاع حكومي يعني تحتاج مننا دعم أو استشارة أو دعمها أو مساعدتها في مشروع معين أو عندها خلل معين تبغينا صح معها بالدعم الفني والتوصيات الفنية إحنا متواجدين على طول معاهم قلبا وقالبا طيب أنت أحلام أحسك مرة متحفظة على بس ممكن خلف يفكنا بعض الأسرار دكتور خلاف لا لا أعطينا خلنا نروح دكتور خلاف سمعت أنك أحد المقيمين في هذا البروجيكت الوطني مبارك لك صراحة هذا التكليف وصراحة شي نفخر فيه أن الأشياء هذه قاعد تقدم لهدف وطني سامي بدون أي مقابل بديتون تم زيارات واضح لا ما تبقوا شي بس أنتم الآن إحنا أول شي نبخر أننا في هذه المبادرة وحقيقة قطاع الخاص يستحق مننا الدعم الكثير وإحنا في طور الإعداد في رسم الخطة ورسم البلان ورسم المستهدف والجهات والمراكز التي يمكن أن نزورها إحنا يعني الفكرة أو المشروع هذا بالذات إحنا نقدم الخدمة من التأسيس يعني مثلا والله لو عندي مشروع أو عندي منشآة الآن تتأسس لسه ما يعني في طور التأسيس والبناء إحنا ممكن نتدخل في هذه اللحظة يأسس منشآتها على حسب المعايير أو حسب المراجع المصرح فيها أو الرسمية المشآت القائمة ممكن أننا نعمل معهم بروجيكت بحيث أنه على قدر المستطاع بدون ما نكلف عليهم نعدل أو نحسن من مخرجات المشآة لا من ناحية الهندسة والتصميم لا من ناحية التدريب لا من ناحية التواصل الفعال لا من ناحية تفسير أو توضيح ألية العمل في القسم فهذا هو المشروع وهذا هو الفكرة العامة للمشروع سواء في القطاعين الخاص والعام وحقيقة نطمح بدعم من القطاع الخاص أنه السماح لنا أو التعاون معنا بإنجاح هذا المشروع بالعكس هذا مشروع جدا رائع ونفخر فيه لما أنا وهدف رفع مستوى الوعي فلذلك قواكم الله جميعا إحنا أمكن تعدين الساعة بشوي وطورنا على الزمل الحضور خلونا نستاذنكم بس ضيوفنا قبل ما نكمل حوارنا خلونا ناخذ بعض المداخلات إذا في مداخلات فإذا الكنترول في أحد طالب ريكوست نسمح يداخل معنا بعد إذنكم طيب على ما تجينا مداخلة خلنا نروح للدكتور خالف وجهزوا للزمل بالكنترول فيه عبد الرحمن طريقي تفضل أبو خالد تفضل يا هلا وسهلا دكتور عبد المجيد وبحقيقة أنا شاكل تحت الفرصة وأرحب فيك وأرحب الأختي أحلام والدكتور خالف الحقيقة موضوع مهم وحساس جدا وحدات التعقيم في المراكز الأسان متخصصة سواء الحكومة والخاص الحقيقة أنا ما ودي أطول أنا فقط أبي أطرح تجربة قامت فيها الإدارة مكافة عدو في صحة حائل الحقيقة التجربة هذه كانت يعني من عام 2015 من خلال فكرة طريحت من مسؤول التعقيم في المنطقة للسادة عبد الرحمن الفوزان والحقيقة كانت التجربة هذه يعني هي تعاون مع إدارة الرخص الطبية بحيث يكون القطاع الخاص والرجل الأعمال اللي عنده رقبة في فتح مركز متخصص أو مجمع خاص بشكل عام يتم زيارته من خلال إدارة مكافة العدوى حتى يكون يعني مطابق لأقل المتطلبات في مجام مكافة العدوى في ذلك الوقت في 2015 بالإضافة إلى إعطاؤه لتصميم لليزون التعقيم داخل المنشأة على حسب الخدمة المقدمة كانت التجربة جدا فيها تحديات في البدايات بحكم التكاليف المالية ولكن انتم طرحتوا قبل شوي كلام جدا رائع أنه تغير الفكر إلى فكر تسويقي وفكر نافسي أيضا بين القطاعات الخاصة في تقديم جودة الخدمات وتجويدها من ناحية مكافة العدوى لعل أبرز المميزات التي عايشها الآن في المنطقة أنه أكثر من 99% أقدر أقول لك دكتور عبد المجيد والأخوان أن القطاع الخاص في حائل فيها قسم تعقيم كأقل حاجة يكون عندها توزون فيها الأجهزة المتطلبات الأساسية من الألثالسونيك والأوتوكلاف الكلاس بي أيضا الانديكيتور من ناحية الكيميكالز والبيولوجيكال أيضا موضوع الفرش يعني تقريبا السواد الأعظم الآن مطابق فيها إحنا جاهزين بإذن الله تعالى أي تحديثات من الإدارة العامة والبروجيكت اللي موجود عندها إحنا ممكن نكون إن شاء الله ما في شك بقفزة أعلى بإذن الله تعالى الله يعطيك العافية أبو خالد تجربة ناجحة وشكرا أنك شاركتنا فيها ونتمنى أن نشوف تجارب أخرى من نفس هذا الشيء من المناطق الثانية وشيء جميل نفخر فيه وأنتم متميزين في حال الله يحفظكم شكرا شكرا أنت بلا تاخذ مخالفة طيب أتوقع في مداخلة ثانية أتوقع جميلة قالوا عبد المنعم موجود طيب على ما تجي المداخلة خلنا نرجع دكتور خلف دكتور خلف أبس سألك سؤال بعد ذنك على ما تجهز المداخلة هل في علاقة بين دكتور وسعره وفخامته وتطبيق معايرون كافة العدوى يعني يا جيلان لما أنا نكو مستفيد أشوف أطلق مبنى وأروح لك وأضمن ما في عدوى هنا لا طبعا هذه يعني أنا شايف يمكن تسويقيا لكن أتوقع الآن تعدت مرحلة تديكور الناس يعني أتوقع المرضى تعدوا لهذه المرحلة لا شك أنه مهم من ناحية التسويقية لكن في غير المجرى الطبي هو مهم في المجرى الطبي لكن ما هو الأساس الأساس لما يعني لما يكون القاعدة أو المنشأة عندك صحية وليست جمالية لما يكون عندك المنشأة الصحية ومخرجاتها الصحية أنا أضمن خدمة صحية فالديكور ما هو مهم ولا يمنع أنك تركز فيه كمنشأة أو كمال كمنشأة خاصة لكن ما هو على حساب أو أن يخليك تنسى أو تهمل العمل الطبي أو معايد عمل الطبي لو عندك مجال آخر غير الطبي كان نقول يعني شي يرجع لك براحتك تطور أو حسن قد ما تقدر أو جمل قد ما تقدر في الديكور لكن بمن عندك المجال الطبي يجب أنك تركز في المخرجات الجودة العالية وإذا كنت حاب زي أن الديكور هذا برضو لا يمنع لكن ما هو المعيار ولا هو التغيير بس أن الديكور بما يتوافق ومعايد المكافة العدو حسن نشوف أشياء غريبة جوه العيادات حين نرى صراحة جوه العيادات نرى فيه يعني بعض الأشجار بعض الأشياء التجميلية اللي يصعب يصعب على العامل أو الموارس الصحي ينظبها بالتالي الموارس الصحي برضو وقته محسوب فهو ما يبغى يضيع وقته على تطهير أشياء صعبة التنظيف فبالتالي يجب أن تكون العيادة بسيطة وسهلة وقابلة للتنظيف بشكل سريع وتحفظ وقتك ووقت مريضك جميل مرة ممتاز طيب فيه مداخلة زملاء طيب على ما تجهز حقيقة نرسل رسالة إلى القادة وإلى ملاك المنشأة الصحية نقول دائما الاستثمار الحقيقي هو في تطوير قدرات أفراد التعقيم في المنشأة من خلال التدريب المستمر وهذا هو حجر الزاوية في عمل التعقيم عمل التعقيم يجب أن يكون فيه تدريب مستمر يعني تدريب روتيني طيب أنت بتكون لقائد المنشأة الصحية أنتم والله تنظرون علينا في المساحة وبعد المساحة كل واحد يقفل يروح نحن نقول لك من هذا المنبر نقول لك لا نحن جهزين ننتظر منك إشارة متى ما رأيت أن أفراد عندك يحتاجون تدريب يحتاجون تأهيل بإمكانك التواصل معنا بشكل مباشر وإحنا نجيك ونقوم بهذا العمل بدون أي مقابل فقط نحتاج إرادة من قائد المنشأة طيب الله أعطيك العبد دكتور خالف هتوقع معنا مداخلة مع الشريف محمد تفضل محمد السلام عليكم السلام يعطيكم الآفية جميعا نمساكم الله بالخير تفضل الله بالنور على وسهل معكم أبنكم أصغركم محمد شريف خريج صحة عامة جامعة الملكفير حياك الله أخونا تكبرنا أنت كذا لا أصغركم هاكي تفضل يعطيكم العافية طبعا أنا عندي سؤال أول شيء يعطيكم العافية السادة أمل أو أحلام والسادة محمد الرواقية ودكتور محمد الرواقي عندي سؤال بخصوص الحوار اللي كان قبل شوي الحوار كان متمحور حول تطوير مكافعة العدوى وجودة مكافعة العدوى فأنا لسه خريج جديد من الببليك هيلث كمين ومثل ما تعرفون يعني الببليك هيلث جزء منه يكون في مكافعة العدوى أو مكافعة العدوى جزء من الصحة العامة صحيح خلال تدريبي أو سنة الامتياز اللي قضيتها في المستشفيات قرابة تقريبا 85% من المشرفين اللي أنا طبكت عندهم في مكافعة العدوى في مستشفيات مختلفة أو في التعقيم المركزي وحدات التعقيم المركزي اللي داخل المستشفيات كانوا أخصائيين وفنيين في تخصصات طبية ثانية فأنا السؤال هو الموجه هل وجود عدم الاختصاص عدم الخصائين في مكافعة العدوى أو في وحدات التعقيم المركزي هل هذا الشي يؤثر على جودة مكافعة العدوى داخل المشاة الصحية جميل الله أعطيك العافية سؤال جميل وشكرا لك الله يعافي يمكن بس قول ما أنقل جواب الأحلام يمكن أن أتوقع أحلام أنه عندكم معايير وهذا سؤال جدا جميل عندكم معايير في الدايكة وحتى أيضا في اللايكة للي يعملون بالأقسام مكافعة العدوى هناك حتى وكوليفيكيشن وكل الشهادات المطلوبة صحيح أحلام؟ أولا مساء الخير أستاذ محمد أنا مرة أتبان عليك بكل أمل وأنت دايما أرضي عليك في الخاصة في تويتر يعني أنا أربع شكرا يمكن يمكن واحد أسماء هامل ما أخذ متاح لشخصيتك ولهم كل الأسماء زي بعض أولا حياك الله جدا سعيدة بشغفك دايما أستاذ محمد بايداويتر يرسلي على الخاص جدا مهتم بمكافة العدوى بكل ما يخص مجال مكافة العدوى سواء على جميع الأصعدة وجميع البرامج لا أتكالعافي أستاذ محمد سعيدة بسمع صوتك اليوم معنا في المساحة بخصوص السرتيفكت سؤالك جدا مهم ومرة صراحة ضروري لأنه دايما نطلب سرتيفكيشن معينة أو تدريب معين يحصل عليه سبرفايزر أو الرئيس القسم في التعقيم وطبعا ما نبغى نقول لك لا ما نبغى كل الكادر يكون حاصل على شهادة في التعقيم لكن الأساس عندنا في المعايير حقا تدعيكة زي ما تفضل تربط المجيد أن يكون رئيس القسم حاصل على شهادة زي ما احنا كلنا عارفين في مملكة ربيع السعودية ما في مجال أو في بكاريوس خاص في مجال التعقيم إلا حديثا فحديثا صار فيه دبلومات خاصة في الجامعات خاصة بتخرج أو تؤهل فنيين للتعقيم علشان احنا نغطي هذا القاب الكبير ونحسن من البراكتس الخاص بمجال التعقيم وأبدا ما ننسى زي ما تفضل الدكتور خلف وقال إنه هم القلب النابط المنشآت الصحية لمن العدو المرتبط برعاية الصحية وخصوصا خطورة الأدوات ووصولها للأنسجة والدم خاص بالمراجعين ومرضانة فعشان كده احنا عندنا دورات مكثفة خاصة بالتعقيم واطلقت تقريبا منها اثنين وحصل وخرجنا تقريبا منها مؤهلين أكثر من 30 سني تعقيم أومار الصحي حاصل على هذا التعقيم مكثف بالإماقض ذكرت بمنصة تعليمية إلكترونية بحيث خاصة بالإجراءات أو معايير مكثفة عدوى في وحدات التعقيم سواء كان على مراكز الصحية أو المستشفيات عشان يحصل عليها الممارس الصحي اللي يعمل بالتعقيم على تدريب مستمر وشهادة في الأخير في طف الملحف أحلام استاذنك إذا تعطون الكنترول اللي في حساب ملتق مكثفة العدوى الرابط ينزلونها تويتها توقع أن المنصة دي مرة مفيدة وأنها فورف خصوصا مرة ممتاز بإذن الله نشاركها ونحن موزين لأي استفسار شكرا لله يحفظك طيب معنا عبد المنعم فضل عبد المنعم عبد المنعم لو تفك الميوت طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا يا كرم الله عليكم أخوي المضيف الملتغى والحبيب الناصر الشريف والأخ العزيز الغالي يعني أنا والله أمانة ما عندي علم ولا المام فيما تدولون لكن الله يوفقكم الله أفلك عندما شهد محمد الروقي هذا والله غير من يعني يمثل الله يعطيكم العافية الله يحييك أخوي والأخت الكريمة وكل المستدعين شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك الله عافية نرح طيب في مداخرة ثانية خلف أنت مشكلة تقنية حقتك سببتنا أعتذر أعتذر ذات الحساب الزميل الخحمد يعني حساب كوي بس هم حطوا بس قاموا ينادون محمد الروقي قل دكتور محمد الروقي فيه نقطة فيه نقطة ذكرتها قبل شوي بس في القروب أنه قلت فيه قطاع الخاص عنده ميزة وتبغي أذكرها هنا القطاع الخاص عنده ميزة أنه اتخاذ القرار فيه بشكل سريع يعني وهذا المفضي يستفيد منها يعني مثلا قرار التدريب أو قرار تطوير التعقيم نفسه يقدر نتخذ فيه قرار بشكل سريع ما يحتاج أن يدخل فيه دوامة الطلبات أو الركوسات في جهات غير خاصة فهذه ميزة اعتقد أنه يعني يستفيدون منها القطاع الخاص فيه معوقات ودي أذكرها تؤثر على جودة التعقيم وودنا الجميع يعني ينتبه لها بذات القطاع الخاص التغيير المستمر في عاملين وحدة التعقيم هذا يعتبر شيء سلبي يعني يفترض أنك إذا أنت أهلت عاملين في وحدة التعقيم حاول أنك تحافظ عليهم ما تغيرهم بشكل مستمر لأنه هما تدربوا على معايير ومعينة يجب أنها تطبق فالتغيير المستمر في العاملين يؤثر سلبا على مخرجات التعقيم عدم توفر السياسات والإجراءات في القسم بالتالي يكون العمل باجتهادات شخصية فلازم يكون عندك بمراجع وسياسات بحيث أنه كل الموظف يعرف واشي يسوي من أول ما تدخل الأدوات إلى ما تطلع جميل نقطة مهمة عدم معرفة بعض كادر الطبي أو كادر التعقيم أنه إذا دورة التعقيم تم إجرها بشكل صحيح ولا لا لأنه بعض المواقف حين نلاحظها أنه يأخذ البكيج من التعقيم ويوديه للطبيب وهو ما تأكد هل الدورة تمت بشكل صحيح أو هل المؤشرات كانت صحيحة أم لا هاي طبعا نترجعنا لموضوع التدريب المستمر الانديكيتور طبعا السبلايز مرة مهمة توقف رحلة التعقيم صحيح جميل طيب في معيار خلنا نرجع قبل أن نأخذ دكتور رحمد العمران نرجع لأحلام أحلام في معيار للستاف اللي موجودين بالزون براكستعقيم أو هل تنصحون بشي معين شي ركوماند أو لا طبعا دكتور إذا تكلمت عن معاييرنا اللي هي خاصة بالتعقيم إن جنرال ولا تتكلم عن الأسنان بحد ذاته أو حد التعقيم في الحسنان بالضبط الأسنان 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 إحنا ما عندنا عدد محدد مطلوب كممارس تعقيم أو كممارس صحي مختص بالتعقيم أو التعقيم أو التعقيم إحنا نطلب أهم شي أن يكون اللي يعمل في منطقة الملوثة أو مفصول تماما عن الممارس صحي اللي يعمل فيه المنطقة النظيفة أو منطقة التعقيم نفسها فهي منطقتين two zones الكل فيها واحد ممارس صحي لكن في حال وجود واحد بس ممارس صحي يفضل يتم إنهاء إجراءاته كاملة في الdecontamination طبعا بالتزام في جميع الإجراءات المطلوبة في هذه المنطقة الملوثة بعدها يتم نظافة تطير اليدين ويدخل على منطقة الخاصة بclean area أو لكن هذا بس فقط في مراكز المتخصة للأسنان طبعا في معايير خاصة بالمستشفيات وإقسام التعقيم المركزي تكون مختلفة جدا عدد staff ratio في كل منطقة أحلام جميل أعطيك العافية طيب أحلام في موارسات خاطئ زي الأكل داخل وحدات التعقيم طبعا دائما نحن نقول ممنوع معاييرنا موجودة في أدوات التقييم وفي أدلة الشديد الخاصة بالتعقيم يمنع منع بات الأكل والشرب حتى الإكسسورات الإكسسورات الساعات الخواتم الأظافير الفيميل حتى لو براند يعني حتى لو براند حتى لو إن شاء الله ممنوع جدا منع بات لأنها دائما تكون مصدر لأن تكون فيها تنمو فيها المايكروبات وتتكاثر فيها طيب طيب أعطيك العافية طيب معنا الدكتور أحمد العمران توقع مذيع سابق أسبوع الماضي السلام عليكم الله دكتور يا أنا سهلا خير عليكم سهلا أعطيكم العافية لأعطيك حياك الله هذا أحلام دكتور خلف اليوم إحنا نتقاضع منكم بدل الأسئلة اللي سابق الله حقيقي دكتور حقيقة أنا اليوم بسألكم سؤال يعني كمستفيد من الخدمات العلاجية مو كأني ممارس صحي سابقا كنت أراجع في العيادات الأسنان واللي تشوف الفترة هذه ما شاء الله ابتسامات براقة وتركيبات ونحت وإضافات للأسنان وغيرها مثل هالمعامل اللي يتم فيها العمل على الأشياء هل في دور لمكافحة العدوى في معامل الأسنان خصوصا في العيادات الصغيرة أو العيادات الخاصة جميل الله أعطيك العافية طيب أتوقع دكتور خلف أتوقع هذا معيار في الدايكة إذا ممكن تجاوب عليه دكتور شكرا لك دكتور أحمد وأعتقد أنه هذا الوقت مناسب لأنك تسأل وتأخذ حقك حقيقة سؤال جدا ومتاز يعني لا يقل أهمية التعقيم في عيادات الأسنان عفوا في أقسام المعامل الأسنان عن التعقيم في تأخذ عيادات الأسنان حقيقة احنا من معاييرنا أنه نتأكد منه أنه طبعات الأسنان أو أي شيء يصل للمعامل الأسنان يتم بطريقة معينة من حيث تتعقم تتطهر الأدوات وتتطهر الطبعات من قبل انتقالها إلى اللبس الشخصي للممارس الصحي إلى الأدوات التي تستخدم وليتعقيمها داخل وحدات أو أقسام المعامل الأسنان عشان لكي أكون صادق معاك المراكز التي نزورها نتأكد منها لكن يبدو لي أنه القطاع الخاص أو المراكز الصغيرة التي لسه إن شاء الله نبدأ معاهم تحتاج برضو هذه النقطة أو هذا التقييم أو هذا التطوير لكن القطاع الخاص حقيقة المراكز كاميرات الأسنان مختصة بالأسنان ما أعتقد أنه سخصيا ما أعتقد أنه بدأنا في هذا الموضوع صحيح بس دكتور خلفي إذا تسمح ليضيف فيه بالمانويل الحق اللي مفيش كنترول الوطني الصادر من دارة عمكافة العدوى اللي أحلام تقول أنهم بيحدثونا قريب فيه تشابتر كامل خاص باللاب حتى فيه العلاب له بعض المعايير الخاصة من ناحية التزام حتى معايير مكافة عدوى كذلك الزون والاستقبال صحيح حتى من البوينت وفيوز دكتور خلف لما تأخذ التري للبايشن طبعا لها آلية معينة أنه ما تكون حاملة للإنفكشن أو الفايروس وأنت تنقلها بطريقة معينة فهي جدا حساسة وليه حساسة لأنه التري اللي قاعد تأخذها من فم المستفيد ممكن يكون فيها بلود سلايفة فلذلك لعاب ودم فهي خطيرة نقلها خطير فهي ترى ما تقل خطورة عن البروسيجر نفسها ولها معينة أيضا صحيح تلك العافية دكتور خلف معايش تطفلت عليكم لا 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 بالعكس لا ولا إضافة جيدة حبيب الله يحفظك في مداخلة بعدها الزمل بالكنترول أنا ودي غير الكنترول أنت شوف الكوهوست مين تعرف لا والله الكوهوست غالي جدا دكتور ناصر هو المدير إدارة التفسيات المتبطة بالرعاية الصحية وفريق السعب السريع لمكاثل عدوى كوهوست كان عندهم ورشة أسبوع الماضي لسجاب السريع جدا جميلة كانت مبهرة فكانوا يدربون على ما يجينا مداخلة كان يدربون المستفيدين على شون يتعاملهم مع الأمراض الناشية والمستجدة كفرق سجابة سريعة وعلى المستوى الوطني فكانت جدا رائع والله الله يأتي فحضرتها أنا تسرفت فيه نقطة ودي أذكرها أنه ترى تطبيق المعايير داخل أقسام التعقيم ووحدة التعقيم ترى جدا سهل يعني أنا ما ودي أنه المستفيدين أو اللي يسمعون يعتقدون أنه صعب أو معقد هو جدا جدا سهل يعني أنا أكون معك صادق أسهل من العمل في عيدة الأسنان فهي فقط تحتاج معرفة بالتالي تطبيقها جدا سهل وهذا إحنا دورنا اليوم إحنا نقول إحنا دورنا أننا نوصل لكم المعلومة بالطريقة الصحيحة ودوركم تطبيقها إحنا جاهزين يعني إحنا رسالتنا اليوم نقول لكم إحنا إحنا جاهزين نحتاج منكم الإشارة دكتور خلف إذا تسمح لي معليش فعلا ترى هذا شي جميل يعني ملاحظة ترى اللغة اللي يتكلمون فيها موارسين مكافة عدو مؤخرا ترى اختلفت كثير عن السابق ترى زمان حق مكافة العدو شوي الناس يعني كاشة مننا يجي يدخل يتحس شوي يكلبشك آه أنت تشتغل على اليونت يطلع لك من تحت الكرسي آه ما عقمت يدك فلا لا مختلف صراحة يعني الكميليكيشن سكل دكتور مرة صحيح الكميليكيشن سكل يعني هذه سمة يعني لازم أنك أول شي تكسب الفريق تأكد يا ممارس مكافة العدو إذا ما كسبت الفريق اللي معك تأكد أن عملك حيفشر حيفشر يعني أنا شفت إذا ما كسبت الفريق من التواصل الفعال من تقديم الدعم من تقديم التعليم منه إذا شفت الغلط يعني تناقش بطريقة ودية بطريقة أنه أنت خايف عليه لا بطريقة أنت قاعد تحاسب فهذه نصة مهمة ويجب أن تتغير هذه المنتاليتي والحمد لله هي تغيرت صحيح أتفق معك طيب توقع عندنا مداخلة المستشار ممكن السلام عليكم السلام أهلا وسهلا أطيكم العافية جميعا إن شاء الله الله أفهم يعني اقتراح بس نحن عارفين أنه أغلب المراكز الصحية طبعا أحد العاملين في المراكز الصحية سابقا مدير التعقيم مستشفى ملك عبدالعزيز في مكة وحاليا في أحد المراكز الصحية في مكة لاحظ لوحظنا شي أنه طبعا الله يعطيهم العافية فنيات الأسنان ما بيقصروا جزام الله خير لكن لو كان فيه توجه على المراكز الصحية أنه يكون فيه توظيف من فنيات التعقيم أو فنيات التعقيم يكونوا موجودين نحن كده حنوفر الضغط اللود اللي عليهم لأنه هما بيشتغلوا في عيادة الأسنان ويرجعوا يشتغلوا في التعقيم بس ما عندهم خلفية كبيرة على التعقيم وأمور التعقيم أوكي هي عارفة بالخبرة وبالممارسة بس لو كان يفضل لو كان موجود فيه توجه يريد أن يكون فيه توجه من شاء الله تبارك الله الدفعات كثيرة بتتخرج الآن وكثير الحياة ما هي مقصرة وبتخرج والجامعات بتخرج الآن فليما يكون فيه توجه للمراكز الصحية أن نوفر فيها فنيات التعقيم متخصصات وبكده نخلي فنيات الأسنان نشتغلوا في عيادة الأسنان ويكون فيه أحد متخصص في وحدات التعقيم جميل أعطيك العافية حبيبنا يمكن طبعاً هطلع الأحلام عشان الموضوع هذا بس بطريقة مختلفة لكن جميل أصلاً أنه الملاحظة أنه بوحدات التعقيم وحتى بعض تخصات اللي تخص حتى فيما يخص مكافة العدوى فيه مزيج ما بين الفعل المتخصين وفيه مزيج اللي عندهم شهادات تخص مكافة عدوى مستمرة فلذلك فعلاً نفتخر أنه من خرجين الدفعات الخاصة بالتعقيم والتخصية وأيضاً عندنا بعض الزمل اللي يشتغلون أو الفرق اللي تشتغل فهدات التعقيم فأنا عندهم خبرة عالية فيما يخص مكافة عدوى أو فيما يخص التعقيم وشهادات كثيرة فيها أحلام خليني أسألك بعد ذلك فيما يخص الاجدواجية أحياناً للعمل زي ما قال حتى ذكرها الدكتور خلف محياناً تجي تلقى مثلاً أحد يشتغل يعني في نفس اليوم تلاقي يغطي وتكثر هذه بالقطاع الخاص يمكن تلاقيين يعني التعقيم اللي يجي ياخذ أدوات يعقمه ويرجع مرة ثانية أسيستنت العيادة أمكن ذكرتيها قبل شوي بأحد الإجابات بس نريد نأكد عليها هل لازم يكون موجود بالقسم طبعاً دكتور يؤدي جميع إجراءات الخاصة بالتعقيم في وحدة التعقيم لكن زي ما ذكر إفسار زميننا قبل شوي أنه إحنا دائماً نطلع طبعاً أن يكون مختصين وعندهم حاصلين على شهادات وأن تكون موارد هذه البشرية تكون حاصلة مدربة ومؤهلة للعمل بهذا المجال لكن إذا كان لم يوجد إحنا عشان كده عندنا جانب التدريب وتدريب المكثب وتطوير على رأس العمل كله علشان إحنا نغطي هذا الجانب بحيث أن تكون الإجراءات والمعايير أو الرحلة حق التعقيم تتم بطريقة صحيحة وفقاً للمعايير والإشراطات عشان كده احنا دائماً نقول ودائماً جميع ممارسيين مكافر عدوى يقولون هذه اللغة جميع مسؤول عن تطبيق إجراءات مكافر عدوى وفي حال عدم وجود ناس مؤهلين أو مختصين في هذا المجال يتم تدريب ناس وتأهيلهم لتغطية هذه المهام بطريقة صحية جميل نعطيك رعافي أحلام طيب أتوقع معنا مداخلة ألقي حطاني طيب أتوقع طلع إذا في مداخلة ثانية أو لنرجع الدكتور خلف طيب دكتور خلف على ما تجهز المداخلة بس ألك الحين أنا كمسؤول عن مكافرة عدوى في قطاع خاصة وحتى حكومي مجمع أسنان وشون أرفع مستوى الوعي للممارسين الصحيين عندي فيما يخص التعقيم وأيضاً تتوقع معي مكافرة العدوى إيش أحتاج أول نقطة نحتاجها هو الليدرشيب صبورت الثانيين الكميليكيشن سكيل مع أفراد القسم لازم يكون فيه تواصل فعال بين أفراد القسم بحيث يكون فيه تواصل بشكل مستمر عن أي ملاحظات لا من ناحية المؤشرات لا من ناحية المنتينس والصيانة لا من ناحية الإصابات المهنية برضو يكون فيه تدريب أنت كمسؤول على المكاهدات و لازم أكتعطي تدريب مستمر للأفراد القسم والتأكد أن أفراد القسم متما تغير منهم فرد يجب أن يكون على نفس مستوى المجموعة عشان ما يصير فيه خلل فهذه كلها من أدو برضو أتأكد من مخرجات مخرجات القسم أتدرب معهم وأدربهم برضو أنا أتأكد من مخرجاتهم عشان يعطيني مؤشر هل الممارس يعمل بطريقة صحيحة أم لا لازم أشوف مخرجاته أو مخرجات قسم ولا من ناحية التشييك الدوري ولا من ناحية الريكورد والتسجيلات والأشياء اللي يجب أنه يعملها يعني مثلا الصيانة مثلا تشييك المتائج مثلا تأكد من المخرجات الأدوات أتوقع الثيل تركر حق الأدوات منين طلعت والسيستم حقها نعم نعم يكون مسجل هو رودي النماذج يعني مجاهزة فقط هو يسجلها الوقت التاريخ الثورة جميل الله يتكرارك دكتور على ما تجهز المداخلة الثانية إذي في مداخلة أولا ننتقل لأحلام طيب أحلام خلينا نسألك أتوقع لسه ما في مداخلة جاهزة خلنا نرجع لك أحلام أحلام الحين لمن هل ضروري تكون وحدة الترقيم موجودة عندي بالمنشأة هل ممكن إذا عندي مجموعة عادات صغيرة مثلا أو حتى نقول مراكز صحية مثلا مع النمو موضوعنا اليوم بس هل في إمكانية يعني في علم مكافحة العدوى أني يكون وحدة الترقيم عندي خارجية أنا ما أبغى أسوي دكتور دكتور مع تطور مجال الصحي وتطور خدمات صار في شركات أو في منشآت تقدم خدمات معينة مثل خدمات التغذية أو الكاترينج خدمات المغاصلة الطبية للمنسوجات وبالإضافة كمان للتعقيم سواء كان خارج المنشآة ممكن يسمن ممكن نستفيدون منها في حال أن يكون في آلية واضحة ومكتوبة يتم يكون خلالها شرح بشكل تفصيلي الرحلة حق التعقيم أو طريق إرسال الأدوات وكيف رح يكون إرسالها وأوقاتها ومن الشخص المسؤول عن استلامها وطريقة تسليمها للمنشآة الصحية أو المركز الأسنان والمختص بالإضاف لذلك لازم يكون في قسم مكافة العدو في المركز نفسه يعمل زيارات للمنشآة أو المنشآة التي تقدم هذه الخدمات بحيث يتأكد أن جميع إجراءات أو معايير أو سرطات مكافة العدو مطبقة في وحدة التعقيم في هذه المنشآة التي تقدم خدماتها طيب إذا تسمحي لأحلام منطق الدكتور خلق في سؤال بالتعليقات ملخ راجح زهراني يقول طبعا هو تكلم عن آلية النقل والتخزين النقل أتوقع أحلام تكلمت عن نقل خارجي وطرقنا بداية الحوار للنقل حتى الداخلي أبغى أعرف التخزين يمكن اليوم ما تكلمنا فيه وش آلية التخزين لأدوات الأسنان داخل المنشأة آلية التخزين أنه يكون نهاية التعقيم أو المسار الأخير أو الجزء الأخير من قسم التعقيم ينسميها ستيرايل ستوريج اللي هي تخزين أدوات المعقمة وتكون لها من اشتراطاتها التخزين بطريقة صحيحة من ناحية الأبعاد من الأرض والجدار برضو الهواء أو البوزة في برشير بحيث أنه نمنع أي كوتامناشن المنطقة هذه هي من أهم يعني من أهم الشيء التي يشتراطاتها تكون موجودة في قسم استيرايل ستوريج جميل الله أعطيك لها زملائي اللي ما يبغى يطلع على المايك ممكن يكتب بالتعليقات وممكن نقرأ في سؤال ممكن شدني أنه كيف أقدر أسجل من كافة الأدوات خلنا نقوله بطريقة ثانية وبنسأل أحلام أنا أو سعودية وأبغى أتعلم مكافة الأدوات إيش أسوي إيش عندكم برامج كمكافة الأدوات تقدمونها يعني من بناء القدرات إلى الشيء الفني بحث الصراحة دكتور هذا يمكن السؤال يجينا كثير في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وجينا عن طريقة الإيميل وجينا كمان في المساحات اللي عملناها سابقا إحنا دائما نقول أبدا شغوف في مجال مكافة العدوى أنه ما عندنا كريتيريا محددا لقبوله بس الشغف الحال وحرص على الاهتمام وتطوير مهارات وكفاءة العلمية فيما يخص مجال مكافة العدوى إحنا مستعدين نقبل برامجنا برامجنا متعددة زي ما ذكرت أنت بناء القدرات وبرنامج في برامج مكثفة خاصة بأترصد العدوى المثبت برعاية الصحية والتحكم التفشيات أعلنت أحلام أعلنت وشفت إعلان لكم قريب دورة مكثفة توقع هذه الشهور مكافة عدوى صحيح دورات كلها مكثفة في دورات توقع أنها دورة خاصة بالتعقيم دورة مكثفة دورة مكثفة في التعقيم بحيث أنه أي ممارس صحي كان يحصول على شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصص الصحية أنه يعمل في مجال التعقيم بشهادة زي ما ذكر زمالان قبل كيف يحصلون على الشهادة طيب أقدر أنا بالإضافة المنصة دكتور أرجع وكرر نحن عندنا منصة الترونية تعليمية خلاص أحلام مفروض يدخلوا من منصة اليوم كتيها أربع مرات اليوم إذا ما أدخلوا منصة في مشكلة اللي حضروا فالمنصة خلاص لكن أنا بس لك أنا كمستثمر وعندي والله موظف التعقيم وأبغى يدخل البرامج الوطنية هذه هل في شرط معينة شون يعني شون أتعاون معكم ك عندي مجموعة طبية وأبغى أدخل الموظف عندي للدورة هذه في شروط دكتور إحنا عندنا ما عندنا شروط إحنا ما نستهدف بس يكون أهم شيء يكون سعودي أهم شيء يكون سعودي وهم شيء يكون مهتم بمجال أو يعمل في المجال اللي هو نقدم عليه الدورة يعني مو معقولة كمان ناخد يعني شخص في مجال التعقيم هو يعمل ما يعمل أبدا لا في مكافة عدو ولا في تعقيم فعشان كده دائما إحنا نستقطب أو دائما نركز أو نلقي الضوء على الناس اللي نحتاج نطور مهاراتهم وكفاءتهم العلمية في المجال اللي هم يعملون فيه سواء في أي قطاع قطاع حكومي أو قطاع خاص جميل مرمتاز طيب الكنترول إذا في مداخلة ولا توقع بمعنى اليوم يوم السعادة نختم بدري يعطيك العافية دكتور عبد المجيد مدري الصوت واضح واضح الله يحفظك الله يعطيك العافية احنا ما عندنا ممكن مداخلات لكن فيه أكتر سؤال يتكرر عندنا سؤال يتكرر اليوم نقول الممارسين الصحيين الموجودين في عيادات الأسنعات كيف أسهل طريقة أو أسرع طريقة أن يتطور في مجال مكافة العدوى يريد لو ناخذ النصيحة هذه من الضيوف اليوم طيب ممتاز جميل تسمع لي تفضل لي تفضل دكتور خالف التدريب ثم التدريب ثم التدريب من المختصين هذه هي أسرع وأسهل وأسلم طريقة للحصول على المعلومات الكافية مكافة العدوى تعتمد بشكل أساسي على التدريب المستمر هذه يمكن نصيحة من القلب لكل المهتم في هذا المجال طيب مرة ممتاز طيب اسمحوا لي دكتور خالف وإحلام قبل ما نختم أنا أبغى كلمة خيرة لكم نبدأ بإحلام وأبغى حاجة يتخص الهاجس اللي أنتم تواجهونها في وحدات التعقيم في عدات الأسنان خصوصا الخاصة إذا في رسالة ممكن توصلونها لنا كمستفيدين أو حتى لي أنا أو أي حد هنا مهتم بإنه يكون مستثمر بهذا المجال والله دكتور أنا أول شيء صراحة مرة سعيدة اليوم بمساحتنا وموضوعنا المحوري هذا وبزميننا دكتور خالف المبدع والرائع في هذا المجال وبإدارة الحوار من قبل الدكتور وإن شاء الله أسئلتك اللي ما اللي ما تخلص بالعكس بالعكس يعني ممكن ذكرت أكثر الأسئلة دائما نواجهها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدات الأسنان المتخصصة ممكن نصيحتي اليوم أنه مكافة العدوى مدخص قطاع معين هي موجودة مكافة عدوى للجميع لأي ممارس صحي أو أي منشأة صحية سواء كانت في قطاع العام أو قطاع الخاص وإحنا متواجدين لدعم أي قطاع على وجه الخصوص في مجال مكافة العدوى وإن شاء الله يا رب أن تكون هذه المساحة يعني فتحنا البوابة لجميع الممارسين الصحي اللي موصل لهم صوتنا سابقا إحنا متواجدين على طول من خلال التواصلهم عن طريق الواتساب أو عن طريق رسالهم الإدارة الخاصة لإدارة العامة كافة عدوى مع طريق الموقع والمنصة فأتمنى والمنصة أجمع المنصة خلاص الله تكالعافي دكتور فشكرا لكم والله سعيدة جدا متواجدين طيقا العافي أحلام أنا أدري أنك والله إجازة لكن شكرا أنك أعطيتنا من وقتك اليوم وساعدنا والله بإضافاتك وعتينا والله فيما يخص هذا الشيء الشكر الأخير نقول لك دكتور محمد الروقي ولا نقول لك دكتور خلف 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 أشيب أن أشكر سيد الحمد الروقي هذا شيء جميل فيك دكتور خلف أنك كنت تبحث عن حلول نعم ما سكرت سحبت علينا وترى مكابعة العدوى أو المسؤولين في مكابعة العدوى لابد أن لديهم حلول بديلة صحيح أتفق معك هذه من سمات ممارس مكابعة عدوى أتفق معك أنا أشكركم حقيقة على هذه المساحة التي فعلا فعلا مهمة نحتاجها وأشكر زميلتنا أحلام ورسالتي حقيقة أنا أود أقولها للزملاء أو الأخوان أو الملاك أو القطع الخاص استثمارك المستقبلي يعني أرجو يعني يفهمونها بطريقتهم استثمارك المستقبلي في تأهيل وحدات التعقيم لأنه هو اللي حيخليك تختلف عن الآخرين صحيح تكلافيا دكتور خلف وحلام قبل ما نختم بقولكم حاجة أنه كل هذا الحديث دليل على نضج اللي وصلنا له فيما يخص مكافة العدوى المستوى الوطني وأكبر دلالة قوتنا ولله الحمد ككفاءات وطنية وكإدارات تنظيمية ولا حتى إشرافية بالمدريات ولا حتى كجهات تشغيلية وقطاع خاص أيضا كنا كلنا يد واحدة صراحة في مواجهة الجائحة وكنا مثال يحتذى فيه في تطبيق أعلى معايير مكافة العدوى كل هذه الأشياء اللي نتكلم فيها مو معنى أنه عندنا ضعف قد ما أنه عندنا مساحة للتحزين للتحسين ونبغى أن نكون رائدين أكثر وأكثر فلازمنا حتى لو أننا واصلين مستوى جيد ما أننا راضين عن نفسنا نحتاج أن نزود أكثر وبإذن الله أنه نرتقي بجودة الخدمة ونعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية اللي هي أحد أهداف التحول القطاع الصحي أنا اليوم سعيد مرة بوجودكم معي وبضيوفي أنا أعتذر منهم زعلتهم في يوم السعادة وقبل ما نختم أبغى بس يموجي حق أنكم سعيدين فعلا من المساحة وبعدها نختم ونقفر الله أحفاظكم شكرا لكم والله أعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة